ترجعت الأسهم العالمية بأكبر وطيرة على الإطلاق في النصف الأول من العام مع تصارع التدخم ورفع معدلات الفائدة ومخاوف الركود الاقتصادية هبط مؤشر MSCE للأسهم العالمية بنسبة 20.9% في النصف الأول من العام الجارية تعرض مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية لخسائر بلغت 20.6% في النصف الأول من العام في أكبر وطيرة هبوط منذ عام 1970 أفضل المستثمرون لابتعاد عن الأصول الخطرة هذا العام مع رفع معدل الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى